الحصبة تنتشر في لبنان، انذار أطلقته وزارة الصحة بعد تفشي حالة الحصبة بين الأطفال غير الملقحين، تحديداً في أقضية بعبدة وزحلة وبعض أقضية الشمال. إعلان الوزارة هذا أكده نائب رئيس البرنامج الوطني للتحصين الدكتور برنار جرباقة لتلفزيون مستقبل، مشيراً إلى أن الحصبة موجودة منذ سنوات في لبنان، إلا أنها ازدادت تفشياً خلال شهر شباط الماضي بمناطق معينة وبنسبة كبيرة. صار في ازدياد تقريباً مرتين ونص لحالة الحصبة، وهالمراكز هذه اللي تم رصدها وتم رصد زيادة حالات هي فعور بالبقاء وشتيلة بجبل لبنان حد بيروت، تلتين لبنانية تلت سوريين وموجود بكل لبنان. إجراءات وقائية تم اتخاذها تفادياً لتفشي هذا الفيروس الوبائي. رح نعمل لقاح الحصبة ابتداء من ست شهر فقط في المراكز اللي صار فيها الزياد مهم للحالات. بدنا نعمل الحصبة، الحصبة الألمانية والأبو كعب، يعني الأمام آر، يعني الـ R.O.R، على عمر 12 شهر. والتبكير لألو بالسنة الثانية لازم نعمل على 18 شهر. منطقة الشمال التي أعلن في بيان وزارة الصحة عن كشف حالات في بعض أقضيتها كان لكاميرا المستقبل جولة في أحدى مستشفياتها. قالياً ما أنا ما شفت عندنا بالمستشفى ولا حالة فيها حصبة. وطبعاً وزارة الصحة بيكون عندها معطيات بس السماء جتنا ولا حالة منها. بتجي بحرارة عالية جداً شوي السعلي، احمرار بالعين والطفرة الأساسية اللي بتطلع على الجلد اللي منسميها. وعلى الأهالي تبقى المسئولية الأكبر للانتباه إلى أطفالهم وأعطائهم اللقاحات اللازمة. فهل هناك معرفة كافية لديهم بهذه الأمراض؟ مرض الحصبة هو مرض بيسموه بالقديم حميرة. بتطلع حبيبات بالجسم الإنسان وخاصة أول ما تبلشوا البطر. وبينلعت من الهواء. في نوعين مرض الحصبة، بيقولوا ألمانية، بيقولوا العادة الأوية، حرارة أربعين، بظل ثلاثة أربعة أيام على الولد. إشارة إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها تؤمن اللقاحات مجاناً في جميع المراكز الصحية والمستوصفات على كل الأراضي اللبنانية.